اليوم سنحكي قصة عن حشرة وفراشة معنا سندي ستبقى الحشرة وليلي ستبقى الفراشة الحشرة ستبقى ماذا سندي؟ أحمش سأسمع قصة الفراشة والحشرة الفراشة كانت ألوانها جميلة جدا كانت دائما ستبقى مبسوطة وفرحانة وتطلع بيتها فوق أعلى شجرة فوق خالص ولكن الحشرة كان لونين فقط كانت دائما مضايقة جدا لأنها أحمر وأسود فقط وكانت عندما تطلع أول دور فقط في الشجرة لا تستطيع أن تكمل لغاية فوق خالص لكي كان جسمها تقيل وكان حد بيتها ضعيفة ثم في يوم الحشرة لأنها تغير جدا من الفراشة الملونة قالت أنها ستبقى عند بيت الفراشة خالص فعلا أكلت يومها جيدة لأنها قوة فوقت وقعدت تفرد جناحتها وتصبح حتى فرد جناحتها وتصبح جامد وتخرج عند أول دور وبدأت تنهج وتخرج عند ثاني دور وتخرج عند ثالث دور وفجأة وجعت جناحتها جدا وقعدت 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 وجناح وجناحها تقصر كيف كيف كانت الحشرة اقتنعت بألوانها وقالت أنا جميلة بالأحمر والأسود لم أكن أبدا ستطير وراء الفراشة وتغير منها لم أكن أبدا ستقع وجناحها ستكسر جامد وقعدت وقعدت وكل واحد جميل كما هو